أهلا بحضراتكم من جديد هنروح بقى لإنجازات النادي الأهلي ما شاء الله نمسك الخشب وندايما يعني نقول للأهل في تقدم وفي بطولات أي نجاح لازم يكون لي عوامل في بداية العوامل طبعا توفيه ربنا سبحانه وتعالى ودايما التوفيق بيروح للمجتهد بيروح لللي بيخطط بيروح لللي بيشتغل بيروح لللي عنده دايما هدف واحد لا تتكلم لا تشتغل ما ينفعش الاتنين يكتمعوا مع بعض علشان كده مجلس دارة النادي الأهلي بقول لحضراتكم السنادي موسم استثنائي للنادي الأهلي ممكن في تاريخ النادي الأهلي بكامله ما شاء الله كمل بطولات كمل إنجازات كمل حاجات اللي بتتم السنادي ودايما سعيد بها كل جماهير وعشاء النادي الأهلي السنادي ما شاء الله حتى في ألعاب الصلاة بنشوف آخر بطولة بطولة السلة بطولة البقل بطولة أفريقيا اللي قدر يحققها النادي الأهلي بالشكل والمسمى الجديد كانت بطولة بتابعها مش جماهير النادي الأهلي بس كل جماهير مصر وزي ما احنا شايفين الصور وده من حضراتكم مجلس دارة النادي الأهلي وجسط بوش كمان وهو مع اللقب ومجلس دارة النادي الأهلي اللي أستاذ محمد سراج وعوده مجلس دارة اللي كان بيترأس البعثة كل اللاعبين صورة مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وهو في استقبال الأبطال وفعلا لازم يتقال عليهم أبطال إن الإنجاز مش السنة دي بس فريق السلة في النادي الأهلي الإنجازات من السنة اللي فاتت وهو بيحتكر كل البطولات شايفين الصورة الحلوة الصورة المنورة وبالمناسبة الصورة دي ما بنشوفاش في السلة بس ده احنا بنشوفها في اليد بنشوفها في الطائرة بنشوفها كمان في سيدات النادي الأهلي سواء في السلة والطائرة في كل الألعاب علشان كده لابا بنشوف الإنجازات والبطولات لازم يكون عندك أول حاجة توفيق ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة عندك مجلس إدارة ناس بتشتغل ليه مع نهار هدفها هو النادي الأهلي إزاي النادي الأهلي يكون على منصات التتويج العالمية والمحلية بنشوف ما شاء الله فريق السلة آخر بطولة كلنا كنا سعداء بيها والشكل الحلو ده شفناه في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي شفناه في كرة القدم في السبر المحلي مرتين وفي كاس مصر بنشوفه في ألعاب الصلاة الانجازات الكبيرة دي بنقول لمجلس إدارة النادي الأهلي عليها شكرا شكرا وليكوا كل الدعم وليكوا كل المسندة نقوا فعلا حطيني النادي الأهلي دايما رقم واحد طب الانجازات والحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها دي وكم البطولات بتتم في الألعاب بس ولا عندنا أهداف تانية لا عندنا أهداف تانية برنامج عائلة الأهلي اللي جه بيه الكابتن محمود الخطيب ومجلس دارته من أول يوم وقال إن شاء الله هيكون عندنا صرح رياضي كبير الأهلي في القاهرة الجديدة أو في التجمع الخامس صرح رياضي كبير بينضم لعائلة النادي الأهلي ما شاء الله النادي الأهلي لما بنتكلم عن عائلة النادي الأهلي اللي بتضم الملايين والملايين اللي تجاوزت أكتر من 80 مليون سواء في مصر أو في أفريقيا أو في الوطن العربي لما نشوف عائلة النادي الأهلي اللي من أعضاء النادي الأهلي اللي وصلت دلوقتي المليون دي كلها أرقام تفتخر بيها ولازم نشوف البنية التحتية والشكل ده لازم يكون في النادي الأهلي لما تشوف الصرح الرياضي الكبير ده ونقول إن النادي الأهلي جزء مهم جدا في الدولة المصرية أو في الوطن لما تشوف النادي الأهلي في كلمة الكابتن محمود الخطيب وهو بيقول تكلفة الأرض والإنشاءات والبنية التحتية تجاوزة المليار والخمسمائة مليون لما بتكون النهاردة بتاخد الأرض دي من الدولة المصرية وبتسدد لها لما النهاردة بتفتح قيمة العضوية والنهاردة بيكون مضاف إليها القيمة المضافة والقيمة المضافة بتروح للدولة المصرية أيضا جزء تاني مهم الفرع ده لما بيتم تشيده من اللي بيشتغل فيه أكيد عمال مصريين مواطنين مصريين النهاردة بتفتح أيضا فرص عمل جديدة أنا ببين لحضراتكم حجم الاستثمار في النادي الأهلي والنادي الأهلي ما أصبحش الكرة القدم بس لا شو في الشركات الموجودة دلوقتي التابعة للنادي الأهلي ده كله بياخدنا للصرح الرياضي الكبير اللي إن شاء الله بعد تمانية واربعين ساعة ساعة هيتم افتتاحه النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في الكيرة الجديدة صرح بيضاف للأهلي في الجزيرة والأهلي في مدينة نصر الأهلي في الشيخ زايد والأهلي إن شاء الله بعد يومين هيكون في التجمع الخامس شايفين البنية التحتية أيضاً الفرع ده بيساعد كمان الرياضة المصرية بنشوف النادي الأهلي بقمته بإسمه الكبير وهو بيطلع لنا أبطال أبطال في كل الألعاب سواء في السلة أو في اليد أو في الطائرة أو في الجنباز أو في تنس الطاولة أو في كرة القدم في الأكاديميات في كل الألعاب علشان كده بقول له حضراتكم هو ده دور النادي الأهلي بنشوف ما شاء الله مساحة خمسين فدان بيتم عليها تشييد صرح كبير إن شاء الله بعد يومين أيضاً قناة النادي الأهلي هتكون موجودة معاكم في الحدث خليكم معنا يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله هتشوفوا حاجات يعني تسعد كل جماهير النادي الأهلي